قلوبنا معكم وعشرات الآلاف من البيراتينيين يفتحون بيوتهم لشعب أوكرانيا نشكرهم ونحييهم على ذلك وبكل يوم تمر فيه أوكرانيا بهذه المقاومة من الواضح أن بوتين اقترف خطأ كارثي لماذا قرر أن يغزو هذه الدولة البريئة كليا لا أعتقد أنه كان يفكر بأن أوكرانيا ستنضم للتاني قريبا بل قطته أو أننا سنضع صواريخ على أرض أوكرانيا أعتقد أن هذا هو الأمر في الويكبيديا الروسية وهو يحاول أن يقاتل في أوكرانيا ففي أوكرانيا لديهم صحفة حرة وانتخابات حرة وبكل عام تمر فيه أوكرانيا بتقدم نحو الديمقراطية والحرية فهو يخشى من النموذج الأوكراني وهذا قريب منه ففي روسيا بوتين هناك اعتقالات واعتقالات وغزو وغزو وربما يطلق النار عليك أو تسمم هذا ما حدث محدث بدقة لأن أوكرانيا وروسيا كانت قريبتين تاريخيا وهو ترعبه فكرة أن النموذج الأوكراني يتسبب بالذعر بسبب أنه يخشى أن تقع الثورة في روسيا لهذا من المهم أن يخفق وأن يفشل لأن بوتين الناجح المنتصر لن يتوقف عند حدود أوكرانيا ونهاية الحرية في أوكرانيا أو أمال الحرية في أوكرانيا بل في جورجيا وحقبة جديدة من التهديد والرعب من البلطيق إلى البحر الأسود وأوكرانيا ستكون الضوء الأخضر لكل الذين يحكمون بهذا الأسلوب في الشرق الأوسط وفي أي مكان في العالم الخيار بين الحرية والقمع وأعلم أنه في أنحاء العالم حتى في الحكومات الغربية هناك من يقومون بتسويات مع الطغاة أقول أنهم مخطئون وأن محاولة تطبيع العلاقات مع بوتين بعد كل هذا كما فعلنا في 2014 سيكون نتيجته خطأ آخر ولهذا السبب بوتين لابد أن يفشل أعلم أنه حجس شعوب هذه المنطقة وشعب هذه الدولة كما الشعب أوكرانيا لهم الحق بأن يختاروا الحرية دائما سأعطيكم أمثلة حديثة عندما انتخب الشعب أو صوت الشعب البريطاني من أجل بريكسيت لم يكن هناك عداء للأجانب بل أرادوا أن تكون حرية لهم لأن يديروا بلادهم وأيضا المطعيم التي تمت بسرعة وهذا بسبب أن الحرية هي أعطيت للشعب أنا كنت هناك من أخذ جرعات المعزز ونحن نستعد الآن لجرعة رابعة لكن لماذا قام الشعب البريطاني بذلك 90% من الشعب أتوا طوعا لتلقي المطعيم لأنهم أرادوا أن يواصلوا حياتهم وأن أسملوا من الإملاءات من الآخرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة